بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله في خبر انا شايف انه هو خبر مؤسف شوفنا على مواقع التواصل الاجتماعي خبر بيقول الغاء التشعب في تلت سنوي العام المقبل فعلا الكلام ده حقيقي الدكتور طارق شاوي وزير التربية والتعليم اكد الكلام ده وكشف عن الغاء التشعب في الصف الثالث سنوي العام المقبل وقال هيطبق على الطلاب الملتحقين بالشهادة السنوية 2021 اللي هما دلوقتي في تانية سنوي لما يطلعوا تالتة مش هبقى فيه عندهم تشعب يعني هيبقى عندهم علمي وادبي فقط مفيش حاجة اسمها علمي علوم او علمي رياض قال ده كلام نهائي ومفيش راجعة فيه والنظام التراكمي في حساب الدرجات هيتم تطبيقه بعد تغيير القانون وليس بأصل راجعي يعني اول ما يغيروا القانون هيبتدوا يرجعوا تاني النظام التراكمي اللي هي السنوية العامة هتبقى تانية وتالتة سنوي مش عارب بقى هيدوم مؤولة لها ولا لسه كلام ده هنعرفه ولكن لحد الوقتي ان سنة تالتة اللي السنة الجاية ان شاء الله مش هيبقى فيه تشعب هيبقى علمي وادبي فقط تاني نقطة ان الامتحانات هتبقى بنظام التابلت والاسئلة هتبقى زي نظام سنة تانية سنوي للسنة دي اسئلة من بره الكتاب بتعتمد على الفهم والاستنتاج وزير التربية والتعليم قال ان ذي اخر سنوية عامة السنة دي اخر سنوية عامة اللي هي الفين عشرين مشتيرا ان الدفعة التي استلمت التابلت وتم تقييمها بالاسئلة الجديدة هي دي اللي هتمتحن على النظام الجديد وقال ما حدش يستمع للاشاعات والجربات والكلام ووجهت سؤالا حول استمرار نفس الطريقة في سنة تالت قالت يعني لو بقينا في سنة تالت وعلى نفس النظام الجديد ده ونفس الاسئلة والاختبارات الاكترونية ايه رأيكم المعظم ابدأ تخوفه من التجربة في تالت سنة نظرا لوجود بعض المشكلات مع التابلت وصعوبة اداء الاختبار عليها وعالمة البوابة من مصادرها بوزارة تربية والتعليم ان محاور المنظومة الجديدة تتضمن الغاء شعبتي علم رياضة وعلم علوم ليكون الاختيار بين الادبي والعلمي فقط هو ما سيكون ان شاء الله السنة وعلشان نتأكد من الخبر شفنا موقع وزارة تربية والتعليم وده الامر اللي اكدته وزارة تربية والتعليم اكدت ان القرار هيتم تطبيقه على طلاب الصف الثالث سنوي العام المقبل لان احنا مش بنحب نجيب لكم اخبار ان هي تكون مشكوك فيها لا الخبر كده مؤكد مليون المية من وزير التعليم ومن وزارة تربية والتعليم وقالت ان الشعبتين اللي هي علمي وادبي مش هبقى فيها تشعب وقالت ان برضو السنوية العامة بالشكل التقليدي هتكون دي اخر سنة لها الدفعة لاستلمة التابلت اولى وتانية هتبقى الاسئلة جديدة وامتحانات الكترونية وبعد كده بعد ما غيره القانون هيرجع تاني نظام تراكمي بنفس الاسلوب والنمط الجديد ونمط التابلت والامتحانات الكترونية ان شاء الله برضو مش عايزين نفقد الامل يمكن والله اعلم في الفترة الجاية يغير تاني الدكتورة ان شاء الله ويجي تنظره ويرجع التشعب لو لان فيه ناس كتير متخوفا يعني نأمل من ربنا ان ده يتم وان شاء الله خير هو فعلا خبر انا شايف ان هو محزن ومؤسف للغاية طبعا ده هيصعب على الطلاب وهتبقى الموضوع اصعب شكلك بربنا معاكم وربنا وفاقكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير علشان صوتنا يوصل في كل مكان شكرا والسلام عليكم